موسيقى السلام عليكم معكم محمود من قناة الرايب بنامك شورت بيت هو ينفع ان واحدة تقولك انا مش مرتاحة معايك وتعالى نطلق كده من بابل الطاقة لا طبعا الزوجة السوبيتية ممكن تصبر عشر سنين ممكن ست سنين لذلك الحلقة اللي فاتت انا بقولك انها ممكن بعد ما تعمل لك الاقامة الدائمة وبعد الجنسية تقولك معلش انا مش مرتاحة معاك ولازم تسيبني ولازم تطلق ليه علشان تضغط عليها مش سنة ولا اتنين ولا تلاتة لا ده ممكن خمس سنين انت ضغط عليها علشان تلبس لبس هي مش عايزاها وتاكل الاكل هي مش عايزاها وتبطل اكل هي بتحبه وتبطل تشرب خمرة اللي هي بتحبها ليه علشان انت اصلا بختارها بشكل غلط انت ما اتفقتش معاها على الحاجات دي من الاول واوعى حد يقولك لا اصل علشان كل الروسيات كده اصلهم عشان مسيحيين اصل المسيحيات كده لا مش عشان مسيحية في مسيحات ما بتشربش خمرة بتشربش ما بتاكلش خنزير وما بتروحش ديسكو وما لهاش وما تشربش سجاير وعندها الساعدات تخش الاسلام وتعمل كل الحاجات اللي انت عايزها بس اتفق معا الاول قبل الجواز وانت عالبر ليه ما بتتفقش ليه مش صريح ابننا هيبقى ملته ايه ولادنا اللي هنخلفهم عيشاتنا هتكون في انهي بلد في بلدي العربي ولا في بلدكو الكالتشر العامة مين صاحب الليلة انا ولا انت في ناس كده سايب بالدنيا عشوائي لكن لا يقول لها من الاول انا صاحب الليلة يعني الدين بتاع الولاد على دين ابوهم لو انت موافق انها تفضل على دينها براحتك فلو انت ما صرحتش مع زوجة المستقبل من الاول على القواعد دي الحياة تبقى شكلها ايه بعد فترة يمكن سنة اتنين تلاتة اربعة تقول لك لازم تسيبني لاني مش مرتاحة معاك استعد لليوم ده وما تخلوش يحصل بانك تختار صحة من الاول او تصارح الشخص اللي هتتجوزه اللي هترتبط بيها في المستقبل نصيحة ديك وكل اللي زيك لو وصلتك النصيحة ديك انقلها لصحابك واعرف كل الناس اللي نحو تتجوز من روسيا او من اتحاد سوفيتي او اي اجانب عموما على النقطة المهمة دي جدا 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 هتفرق في حياتك ليه تعاكن على نفسك بعد اربع خمس سنين احسم الموضوع من الان علشان ما تواجهش مشاكل وتلاقي نفسك لوحدك بعدين وفيه عيال بيبقوا ضحايا ولادك نشوفكم على خير في حفظ الله سلام عليكم